موسيقى حياكم الله مشاهدين ما أخذناه في الحسكة لن يعود إلى النظام وما تبقى له مربعه الأمني وبضع نقاط هذا دوار الباسل تقف الوحدة الكردية على أطرافه جنوب المدينة بعد أن سيطرت على حي غويران وحي النشوة من بعده وكما هذا المشهد دارت الأيام وأصبح الخلفاء أعداء يتنابزون بالألقاب بين الأسائش السابعي لحزب العمال الكردستاني والأسد الأردوغاني تدور المعارك ويقترب الحسم العسكري من فصوله الأخيرة يشتد الخناق حول رقبة النظام فيطلق تهديداته متوعداً بتحويل الحسكة إلى كومة حجر إن استمر القتال نظريات المؤامرة يجتهد رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي صالح مسلم في تبنيها فيرى أن ما جرى في الحسكة تم بعد تقارب إيراني تركي مع نظام الأسد لا شك بأن معركة الحسكة تجري على أرض محلية لكن بأبعاد إقليمية ودورية وملفات التسوية والمساومات لا يعلم أحد بعد إلى أين ستقود هل تسقط النظام في الحسكة ومعه تمثال الباسل من هنا أم لا؟ في ملفنا الثاني كما فجأت روسيا العالم بإعلانها استخدام قاعدة همدان العسكرية الإيرانية منطلقاً لعملياتها نحو سوريا فجأت إيران بعد أسبوع العالم بإعلان انتهاء العمليات الروسية في تلك القاعدة وصف وزير الدفاع الإيراني لإعلان الروسي بالاستعراضي فهل هي بل بلد الداخل أم ضغوط الخارج أم أن خلافاً حدث بين البلدين على حلبة عسكرية ما وانعكست سلباً على قاعدة همدان في إيران طبعاً نتابع التفاصيل بعد قليل إبكما موسيقى قال رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم إن تصعيد النظام في الحسكة جاء نتيجة التقارب الإيراني التركي مع نظام الأسد على حد تعبيره وهذا وسيطرت قوات الأسائش الكردية على أحياء غويراً والنشوة في الحسكة مع تجدد الاشتباكات في المدينة وطالبت القوات الكردية قوات الأسد بالاستسلام فيما هدد محافظ النظام في الحسكة محمد زعالي العلي بتحويل المدينة إلى كومة من حجر إن استمر حزب العمال الكردستاني بالقتال على حد قوله التفاصيل في تقرير محمد الدغين عقارب الساعة في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا لن تعود إلى الوراء يؤكد ذلك حزب الاتحاد الديمقراطي وجناحيه العسكري والأمني وحدات حماية الشعب وقوات الأسائش بعد أيام من معاركهم مع قوات النظام تمكنوا خلالها من السيطرة على عدد من الأحياء المهمة كغويراً والنشوة كما وسيطروا على عدد من المواقع التي كان يتحصن فيها النظام ولم يبقى للأخير ربما كما تنقل مصادر ميدانية إلا مربعه الأمني حصنه الأخير والأكبر ومسألة السيطرة عليه من قبل القوات الكردية لم تحسن بعد فحسابات إخراج النظام من الحسكة بشكل كلي له نتائج تدميرية وما تصريحات محافظ النظام في الحسكة محمد زعال العلي الذي هدد بتحويل المدينة إلى كومة حجر إلا إنذار للوحدات الكردية من الاستمرار بالقتال خصوصاً أن الموقف الأمريكي ما زال غامضاً في مسألة دعم شركائه على الأرض إذ اقتصرت التحذيرات الأمريكية للنظام على استهداف قوات التحالف الدولي في المدينة ولعل واشنطن بذلك تعطي الضوء الأخضر لاستمرار تلك المعارك دون أن تتدخل لصالح طرف من الأطراف فيما تعمل روسيا على لاعب دور الوسيط لحل الأزمة بين النظام والوحدات الكردية بيد أن تلك الوساطة لم تنجح حتى الآن دخول الأطراف الإقليمية والدولية على مشهد معارك الحسكة دفع رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم إلى القول إن المتغيرات على الساحة الدولية بما في ذلك التقارب بين نظام الأسد وإيران وتركيا على حد تعبيره هو الذي دفع قوات الأسد لتصعيد عملياتها العسكرية في الحسكة كما برأى صالح مسلم الروس مشيرا إلى أنه لا مصلحة لديهم فيما يجري بالحسكة لكنه ركز على الموقف التركي زاعما أن تركيا ليست مستعدة للقبول بالأسد في المرحلة الانتقالية فقط وإنما للتنسيق مع النظام والتعاون معه ضد حزب الاتحاد الديمقراطي على حد قوله ثمت من يرى أن معارك الحسكة تحولت إلى بريد محلي يجري عبره تبادل رسائل إقليمية ودولية يمكن القول إن مناطق الجزيرة السورية في الحسكة وغيرها والتي بقيت بعيدة بعض الشيء عن تأثيرات الحرب السورية أصبحت اليوم في عين العاصفة بعد أن تفخخت أرضها وسماؤها بتحالفات مختلفة لكل منها مشروعه وأهدافه الخاصة وننقش هذا المحور مع ضيفي يحضر معنا في الأستوديو سيد موسى الشهريفي خبير في الشأن الإيراني أهلا بك ومساء الخير وأيضا ساب الشامي مستشار في الحزب الديمقراطي الأمريكي ينظم إلينا مباشرة من واشنطن مساء الخير والأستاذ بسامي جعر كاتب ومعارض سوري من لندن مساء الخير طبعا أبدأ معك سيد موسى الشهريفي طبعا اتهمت صالح مسلم هذا لحزب العمالة الكردستاني وطبعا يقول ما يحصل في الحسكة هو نتيجة هذا التقارب التركي الإيراني مع نظام الأسد يعني السؤال المحوري هنا هل بالفعل لإيران دور التصعيد في معارك أو ما يجري بالنسبة للحسكة هل هي تحرض النظام على ضرب الوحدات الكردية بالفعل تحياتي لكم ولضيوفكم الكرام والمشاهدي يعني الإيرانيين طيلة الفترة الماضية يعني أكدوا مرارا وكرارا على أنهم يتفقوا مع تركيا ومع كل الأنظمة لأدها مشكلة كردية يتفقون معها على القضية الكردية بمعنى أن إيران هي أول انطلاق للحركة الكردية جمهورية مهاباد انطلقت من إيران ومن ثم تأثرت الأكراد العراق بتلك الحركة والآن أكراد سوريا وتركيا هذه كلها يعني إجت من بعد إيران فبالنسبة لإيران القضية الكردية رقم صعب وخط أحمر وحتى لما طرح الأكراد قضية الفدرالية فدرالة سوريا أول ما اعترضت من الدول التي عدها أكراد على أراضيها هي إيران ويتفقون مع الأكراد أنا بأعتقد جانب من الحقيقة هو هذا التقارب الإيراني التركي هذا هو يعني جوهر هذا التقارب حول محور القضية الكردية يعني يصب في هذا المجال أما النظام السوري النظام السوري كان أيضا يلعب بالورقة الكردية من خلال تحالفات مع بعض الأكراد الذين تحالفوا معه ومنهم هذا الفصيل الآن يحارب في الحسكة كان النظام السوري يخيف تركيا بالقضية الكردية وحتى الدور الذي أعطى للأكراد في سوريا هو ناتج عن هذه السياسة تخويف تركيا من الأكراد خاصة وأكراد سوريا متأثرين بالحركة بي كي كي قريبين من عندها فبالتالي هذه التداخلات هي أساس القضية لضرب الحسكة بالواقع سيد صعب الشامي هل ستبقى الولايات المتحدة بعيدا تنظر من بعيد إلى الصراع الذي يحصل في الحسكة بين الأكراد وقوات النظام وتكتفي فقط بالتحذير من قصفة والاعتداء على قواتها يعني بالنهاية الأكراد هي إذا ما صح التعبير جناح على الأرض في سوريا أو شريك للولايات المتحدة وطالما صرحت بهذك بذلك هل هي معنية اليوم فقط بحماية قواتها وليس بحماية شركاتها الأكراد نعم هناك طبعا مواقف معلنة ومواقف غير معلنة الموقف الثابت للولايات المتحدة المتحدة وخلال العشرين سنة الماضية هو إعطاء الأقليات وخصوصا الكبيرة منها في الشرق الأوسط نوعا من الحكم الذاتي وهي بشكل مطلق تعلنها ليلة نهار هنا في واشنطن أن الولايات المتحدة معنية بحكم ذاتي للأكراد ولكن هذا لا يمثل اعتراف بالحاجة إلى إقامة دولة أو دول كردية في البلدان التي تقتنها هذه الأقليات الكردية من ثم نجد أن ما يحصل الآن على الأرض وهو تواطئ أو على الأقل تعاون غير معلن بين روسيا وإيران والنظام في دمشق وطبعا بقبول ونشوة من الطرف التركي لأن تركيا تعتبر نفسها المتضرر الأول لأن عدد الأكراد في تركيا هو الأكبر أعتقد أنه يوازي كل أرقام وأعداد الأكراد المنتشرين في باقي الدول في الشرق الأوسط من هنا نجد أن الولايات المتحدة معنية بدعم الأكراد للحصول على نوع من الحكم الذاتي ولكن ليس الاستقلال لأن ذلك سيكون عبارة عن إعلان حرب على إيران وعلى سوريا كدولة وعلى تركيا من وجهة نظر الولايات المتحدة أن القضية في سوريا بدأت ملامحها تتضح يوما بعد يوم أن النظام في دمشق مقبول حتى إشعار آخر وما يسمى هنا في الولايات المتحدة باللغة الإنجليزية strange bed fellows وهي شركاء لغرفة النوم غرباء عن بعض غرباء في المقصد والأهداف ولكنهم متفقون أن يبقوا في تلك الغرفة على الأقل ليلة أو ليلتان وهذه المأساة الكبرى التي تواجه الشعب الكردي لأن الأكراد تقريبا الأقلية الكبيرة الوحيدة في الشرق الأوسط التي عملت كل هذه السنوات الخمسين والستين الماضية على أساس أنها تنتمي إلى حيث ما تسكن من دول في الواقع قسمت على أساس مصالح دول أوروبية وليس على أساس مصالح الشعوب على الأرض الموقف الأمريكي لا يزال فيه الغموض الرسمي بما يتعلق بكمية القوة النارية التي ستستعملها على الأرض أو من الجو ضد من يعتدي على الأكراد ولكنها لمحت بأن الاعتداء على الجنود الأمريكيين المستشارين على الأرض وكما نعرف أن هؤلاء المستشارين يعيشوا مع الأكراد في الواقع فلربما هو تحذير بالابتعاد عن بعض المراكز أو بعض المعسكرات أو بعض التجمعات السكانية التي يقتنها المستشارين ومن يستشار من الأكراد معهم سيد بسام الجعارة نتوقف عند هذا التهديد لمحافظ النظام في الحسكة والذي هدد بتدمير المدينة وتحويلها إلى كومة من رماد هل هذا التهديد يؤثر في الوحدات الكردية؟ هل من الممكن أن يجعلها تتراجع في هذه المعارك بالنسبة للحسكة؟ بعدما هذه النقاط التي تقدمت إليها ربما لم يبقى للنظام غير المربع الأمني حتى هذه الساعة يعني دعيني أقول بكل وضوح طبعا بعد التحية كان الرد اليوم الرد على محافظة الحسكة من خلال تحليق طيران التحالف في أجواء الحسكة طيلة بعض الظهر كان طيران التحالف متواجد وقبل ذلك بيومين كان هناك إنزار أمريكي واضح كان يقول للنظام إذا خرجت طائراتك وقصفت فسوف نسقط طائرة بمعنى آخر أنا بدي أذكر بس أمريكا طوال خمس سنوات الماضية كانت تقول أنه من الصعوبة بمكان إقامة مناطق حذر جوي ولكن عندما اقتضى الأمر في الحسكة أن يمنع الطيران طيران للنظام من ضرب وحدات الحماية الكردية خرجت أمريكا بتصريح الناري وقالت أنها ستسقط هذه الطائرات لم تفعل ذلك لا في حلب ولا في بقية المدن السورية التي أبيدت أيضا بدي أذكر أنا بس بتصريح لمدير المخابرات الأمريكية منذ أيام عندما قال أن سوريا سوف تقسم طبعا هو ليس محللا سياسيا هو مدير المخابرات هو يتحدث عن مشاريع موجودة على الوراق اللي بدي أقوله بكل وضوح صالح مسلم ومجموعته يستقبون بأمريكا الآن وعرفون تماما أن النظام لا يستطيع فعل أي شيء على الإطلاق وعمليا على الأرض انتهى كل شيء اليوم بعد الظهر تم استدعاء وفد كردي إلى مطار حميمين وقابل الجنرالات الروس في المطار ولا نعرف النتيجة ولكن ما نعرفه تماما هو أن هناك قرار من صالح مسلم وقرار أمريكي مثل ما تفضلت يعني إذا كل شيء انتهى تماما على الأرض وتحدثت عن تحليق طائرات التحالف هل يفهم من هذا بأن الولايات المتحدة أمام هذا التهديد لمحافظة النظام في الحسكة أن تتدخل مباشرة لدعم الأكراد إذا ما كان هناك قصف أو تنفيذ فعلي لهذا التهديد هل تتدخل مباشرة بعدك أكان موقفها غامض نوعا ما هي تحدثت فقط أو حذرت من قصف أو المساس بقواتها هناك يعني اسمحي ليقول موقفها ليس غامضا على الإطلاق هي تدعم مجموعة صالح مسلم بالسلاح بالمال بكل شيء هي منوفر له تأمين كل المساحات التي تم احتلالها خلال الفترة الماضية الجميع لم لولا الطيران الأمريكي لم استطعوا التقدم شبر واحد بمعنى ليس هناك قوة بمعنى القوة هناك طيران أمريكي هناك خبراء مستشارين ليس أمريكان فقط بل هناك يعني مستشارين وعناصر مخابرات أوروبية إنجليز وغيرهم على الأرض الجميع يقود هذه العمليات الجميع يخطط الجميع يقدم كل أنواع الدعم أكثر من ذلك الدبابات التي تم بها السيطرة على هذه المناطق في الحسكة هي دبابات النظام وهي أسلحت النظام بمعنى النظام يدفع سمن جريمته عندما استقوى بهؤلاء على الشعب السوري والجميع الأهل يدفع السمن اللي بدي أقوله بكل وضوح يعني هناك أوهام لدى مجموعة صالح مسلم نعرف تماما أن هذه المجموعة هي الغطاء للبيكي كي بمعنى آخر معظم الذين يقاتلون على الأرض ليسوا من أكراد سوريا معظم الشباب الكرد هاجر إلى أوروبا معظم الذين يقاتلون جاءوا من جبال قنديل جاءوا من تركيا ومعهم ضوء أخضر أمريكي والآن يقولون أنهم يسيطرون على حدود 30% ويريدون توسيع هذه المساحة إلى 40% بمعنى يريدونها من المالكية إلى البحر بحدود أكثر من 200 كيلو متر طبعا الآن يفرحون منتصاراتهم ولكن بأكدلك تماما من غير المعقول ومن غير الجائز أبدا أن يحتلوا القرى العربية يعني ضيفك كان يتحدث عن مظلومية الأكراد طبعا نحن يجب أن نفرق بين الأكراد كمجموعة بشرية ظلمت وبين مجموعة صالح مسلم التي تعتدي على السكان التي تمارس تطهير العرقي التي تتعرق القرى بمعنى الأمريكاني يدافعون عن معتدين عن ناس يغتسبون الأرض والقرى ويعرقون السجلات ويمارسون التطهير العرقي أعود إليك سيد موسى الشريفي طبعا معركة الحسكة تزامنت مع حراك مكثف بالنسبة تركي إيراني زيارة مسؤولين أو هناك زيارات متبادلة هناك زيارات معلنة وزيارات سرية يعني هذا التوافق أو هذا الحراك المتزامن اليوم هل فقط بين تركيا وإيران من أجل رفض أو إفشال مشروع الدولة الكردية أم هناك اتفاقات أخرى يمكن أن تبقى سرية أو غير معلنة عنها خاصة نعود لتصريح رئيس الوزراء التركي الذي قال يجب أن نفتح صفحة جديدة مع طهران مع موسكو مع واشنطن يعني صفحة جديدة كيف؟ نعم أنا باعتقد عامل مهم جدا في هذه المحاولات والمناورات الجديدة هو الانزعاج التركي من الأمريكي يعني تركيا طيلت هذه الفترة من انطلاقة الثورة السورية وقفت إلى جانب الشعب السوري والفصائل المعتدلة السورية وطالبت مرارا وكرارا بجعل المنطقة عازلة على الأقل للاجئين السوريين كي لا يتدفقوا إلى أوروبا وكذا عرضتها الولايات المتحدة تركيا طالبت الولايات المتحدة بعدم التواصل مع الأكراد مباشرة خارج إرادة سيادة دولها والولايات المتحدة عملت على هذا يعني اتفقت مع الأكراد العراق ومن دون ما حتى تاخذ أذن من بغداد لأن بغداد ضعيفة والحكومة الطائفية في العراق ضعيفة وعملت مع الحزب الكردي بسوريا وهو مرتبط البيكيكي والبيكيكي هو في قائمة الإرهاب يعني المنظمات الإرهابية فكل هذه الأمور صارت على خلاف المزاج التركي والتوقعات التركية بالإضافة إلى قضايا أخرى مثلا لما تركيا ضربت الطائرة الروسية الأمريكان والنيتو لم يعني يحسم موضوع قوي أو يظهر بموقف قوي للدفاع عن تركيا وحتى في تصريح يعني أذكر كان النيتو قال إذا صار اشتباك بين تركيا وروسيا حتى إحنا ما نندخل فتركيا يعني لقت نفسها ظهرها خالي من ناحية الولايات المتحدة بعد عملية الفاشلة للانقلاب اللي حصلت في تركيا صارت تطورات كثيرة بالموقف التركي بالنسبة للأتراك بشار الأسد ليس تهديدا أكثر من الأكراد هذا واقع يعني فهم الآن يعني يردون من خلال التواصل مع إيران ومع روسيا نوع من المناورة للتنكيل بالموقف الأمريكي والتح يعني يحضرون الأمريكان لأن النيتو تركيا ثاني قدرة في النيتو إذا روسيا استطاعت أن تقلع تركيا أو حتى تتقرب منها هذا يكون ثمنة كل شباهة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الأتراك طبعا لا يتركون النيتو ولا يتركون القرب ولكن بإمكانهم بهذه المناورة يأخذون امتيازات أكثر من الولايات المتحدة خاصة بالنسبة للقضية الكردية ولكن هناك اختلافات يعني كل هذا نحن نتحدث عن تقارب إيراني تركي روسي ولكن ما زال بين هذه الأقطاب اختلاف حول قضية السورية الآن القاعدة التركية لما فتحت اسبوع وبعدين صار خبر أنه أغلقت هذا يدل على خلاف بين هذا المحور الثاني سنعود إليه طبعا بعد قليل سيد صاب شامي طبعا في سياق ما تفضل به سيد موسى شريفي هذا الغضب التركي أو هذا من الخذلان الأمريكي فيما يتعلق بدعم الولايات المتحدة للقوات الكردية في سوريا وطبعا واشنطن الآن أمام حلف على ما يبدو إيراني تركي روسي من أجل دعمها ومساندتها للقوات الكردية طبعا طيلة سنوات الثورة كلما كان النظام طرف في معركة ما يعني تنأى بنفسها واشنطن لا تريد أن تتدخل اليوم هل هي ماضية في دعم والوقوف إلى جانب الأكراد الوحدات الكردية ضد النظام وهو ما لم تفعله مع الثوار طيلة سنوات الثورة يعني هي هل بالفعل ماضية قدما إلى جانب الأكراد ضد النظام نعم هناك شيء يعني لم يعالج في هذه حتى الآن في هذه الحلقة وهو الرغبة الأمريكية العارمة بالقضاء على داعش لأسباب معروفة وأهم هو أن الإرهاب بدأ يصدر ولم يبدأ من شهر بدأ منذ عام يصدر إلى الولايات المتحدة بشكل جدي وطبعا أصاب أوروبا ولكن الطرف الحكومة الأمريكية بجميع أفريقاها الجمهورين والديمقراطيين متفقون تماما بأن ما يسمى هنا بالسرطان الداعشي يجب أن يزال بأي ثمن وبأي طريقة وما وجدوه هو أن الطرف الوحيد الذي حارب داعش بكل جدية هو الطرف الكردي أو ما يسمى بألشايش أو أكراد سورية ولكن كما نعرفه كما أضاف الأستاذ الذي تكلم قبلي بأن الكثير منهم أتوا من إيران ومن تركيا ومن العراق ومن أوروبا وقاتلوا لأنهم وهنا النقطة التي أريد برضو أن أعلق عليها لأنهم يعتقدون أن عندهم قضية قومية ملحة وهي أن الأوضاع في الشرق الأوسط لربما مؤاتية لإقامة نوع من الحكم الذاتي الذي هو أكثر من حكم ذاتي وأقل من دولة على أنقاد الدولة السورية وعلى أنقاد الضعف في الحكومة المركزية في العراق الطرف الكردي الذي ذهب إلى حميم للتشاور أو لربما لبعض القبول أو لتلقي بعض الإنزالات الإلهية من الطرف الروسي لربما حذر من أن يستمر في هذه الحملة على ما تبقى من هيبة للدولة السورية في تلك المدينة وما قاله الأستاذ السوري وأنا أعتقد مع الأسف لم أسمع الاسم بوضوح السيد المتشري فينا قال شيء مهم جدا بأن الأستاذ السوري بس سام جعارة نعم بس سام جعارة وتحليله كان صائب جدا أنا كنت أتكلم عن العواطف الأوروبية والأمريكية تجاهها كبيرة ولكني لم أتكلم عن قبول الجرائم التي قامت بها بعض المجموعات الكردية هذه ضد العرب وتحديدا ولا أقول ذلك للتفرق ولكن الأقليات المسيحية كذلك في هذه المناطق التي احتلوها ويسيطرون عليها فالقضية معقدة جدا ولكن الطرف الأمريكي بوضوح لن يقبل بإنزال هزيمة بالأكراد ولا ربما التحرك الأخير يؤوز ومن ثم بشامي أنت قدمت مبرر لماذا الولايات المتحدة مصرة أو ماضية قدما في دعمها للأكراد وأيضا سيد بس سام جعارة وسؤالي إليك لو سمحت أنت قلت بأن أواثق بأن واشنطن ستدعم الأكراد وستتدخل لمساندة الأكراد فيما هدد أو طبق النظام تهديده بالنسبة للحسكة يعني لماذا هذا الوثوق في مساندة الولايات المتحدة دائما ما كانوا الأكراد القوات الكردية من هم موجودون في سوريا اليوم هم مجرد رأس حربة طبعا لأغراض إقليمية ودولية أو حتى في المنطقة بشكل عام ليس فقط سوريا يعني اسمحي لي أقول أمريكا التي تحدث عن إرهاب تدعم منظمة إرهابية من يقود القتال في سوريا هي البيكيكي وهذا الأمر يعرفه الجميع والجميع يعرف أن صالح مسلم مجرد غطاء كما هي قوات سوريا الديمقراطية وبقية التسميات الأخرى كلها غطاء زائف لجوهر أساسي هو البيكيكي الذي يريد إقامة دويلة شريط يعزل تركيا عن المنطقة العربية وينطلق منها باتجاه مهاجمة الدولة التركية هذه المنطقة معظمها عرب الأمريكان كما قلت يلعبون هم يريدون تفتيت المنطقة هذا كلام بات واضحا يعني عندما قال ضيفك أنهم ساندوا الأكراد وأن الخطر الأساسي يأتي من تنظيم الدولة أنا بدي أذكر منذ اليوم الأول للثورة وقبل ظهور تنظيم الدولة وقف الأمريكان موقفا مغزيا تجاه الشعب السوري بثلاث سنوات تماما ويوم كامل جرى ضرب الكيماوي منذ ذلك التاريخ حتى اليوم تم توجيه 136 ضربة بالكيماوي ولم تتحرك أمريكا أبيدت المدن لم تقل كلمة واحدة للنظام كنا نريد أن تقول إذا أطلقت طيرانك سوف نخصفك إذا ضربت بالكيماوي سوف نضرب فقط يحتاج النظام لكلمة واحدة كما جرى في الحاسكة ولكن كنا نعرف وكنا نقول أن هذه الإدارة الأمريكية عدوة للشعب السوري أنا بدي أقول بكل وضوح هذا التوسع من فصيل كردي معين أولا خليني أقول هي ليست معركة مع الأكراد ولن تكون معركة مع الأكراد هناك هي معركة مع فصيل معين كردي عنوان وصالح مسلم هذا الفصيل يريد السيطرة الآن على 40% من الأرض السورية لا الجغرافية بتسمح ولا الشعب السوري بيسمح ولا كل أمة الله بتسمح وأنا بدي أذكر يعني عندما دعم الأمريكان شاء إيران ضد الأكراد وأبادوهم ووقعوا اتفاق بين صدام حسين وشاء إيران بجزارة عام 1975 أين كانت المظلومية الكردية أمريكا تبيع وتشتري وكنا نقول لصالح مسلم ونجماعته أنتم تستخدمون الآن وسوف يتم رميكم ولكن بكل أسف من سيدفع السمن هو الشعب الكردي أو بعض الشعب الكردي ولا نريد لهؤلاء أن يدفعوا سمن مقامرة من مجموعة تشكل عصابي إذا اليوم يقول رئيس الوزراء التركي بأنهم أنقرة تريد أن تفتح صفحة جديدة وحتى بيضاء يعني مع طهران مع روسيا مع أمريكا بالنسبة للملفاء السوري ماذا يقصد هنا هل بالفعل نجحت أمريكا في الضغط على تركيا من أجل تغيير موقفها بالنسبة لبشار الأسد تحديدا هذا الكلام ليس صحيحا على الإطلاق لا تهموني الأقوال ما يهمونها هو الأفعال ولا نستطيع أن نقول ماذا قدم التركية وماذا تقدم حتى تصريحات رئيس الوزراء التركي تم تزويرها عندما قال أن نريد إعادة العلاقات مع سوريا كان يقول عن روسيا وتم تكزيب هذا الكلام وصدر توضيح رسمي من رئاسة مجلز الزراء التركي ولكن بكل أسف الإعلام الغربي يلعب اللي بدأوله بغض النظر عن التصريحات وهناك تصريحات تركية ربما لا نوافق عليها مطلقا بغض النظر ما يهمنا هو الأفعال الأفعال التركية إلى الآن هي أفعال تساند الشعب السوري 100% وأعتقد هذا الموقف الأمريكي من مما يجري في الحسكة سيأتي الرد منه تركيا اليوم بعد الظهر تم قصف وحداية حماية الشعب الكردية شمال منبج من خلال المدفعية التركية وأعتقد أن ما جرى في القامشتي سوف يدفع تركيا إلى زيادة الدعم المقدم إلى الجيش الحر ليتولى هذه الموقف واضح انتهى وقتي أما بترد بس على كلام ضيفك عندما قال فقط بس كلمة عندما قال أن الأكراد هم الفصيل الوحيد الذي حارب تنظيم الدولة الأكراد هم الفصيل الوحيد الذي قدمت له أمريكا السلاح بلا حدود بما فيها الصواريخ المضادة للطائرات أشكرك بسام جعارة كاتب ومعارض سوري من لندن كنت معي ويبدو أن سيد سعب الشامي لديه رد بس بسرعة لو سمحت تفضل نعم أنا أريد أن أقول بأن رأي الحكومة الأمريكية هو أن الجهة الوحيدة التي حاربت هذا ليس رأيي الشخصي وليس تحليل حتى هذا هو كلام الرسمي للحكومة الأمريكية والخارجية الأمريكية يعني بس أود تصيح لأنه أنا أعتقد هذه ليس أول مرة بطلة مع الأستاذ بسام ودائما بترجم كلامي بطريقة مصحيحة شكرا لك ساب الشامي مستشار في الحزب الديموقراطي الأمريكي من واشنطن مباشرة سيد موسى الشريفي أرجو أن تبقى معنا لنقاش المحور الثاني ولكن بعد فاصل قصير ومشاهدين أيضا بكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر